إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سنتحدث في هذه الحلقة عن كيف يمكن أن تتقاتل المعسكرات داخل الصف الواحد وهل يمكن توجد معسكرات داخل الصف الواحد يقول الله عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاءَ وَآتُوا الزَّكَاءَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَأُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِيَّ أَتُوكُمْ أُسَارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ هذا المشهد الذي أمامنا مشهد طائفة من المؤمنين طائفة من أهل الأديان نظريا يفترض أنهم متضامنون على قضاياهم الرئيسية على قضايا المواطنة بينهم وحقوق المواطنة بينهم فبالتالي هؤلاء الناس متفقون على مسألة أن هذا الوطن للجميع وأنهم كلهم أهل دين واحد على الأقل في النص اللي أمامنا كلهم يهود كلهم من معسكر واحد وكلهم مواطنين في منطقة واحدة ولو أسر الخصب منهم أحدا لا تضامنوا وافتدوه من الخصم لكن هذا الكلام لما يحدث الأمر مع الآخر لا يخفي مشكلة داخلية داخل هذا المعسكر اللي يبدو أمامنا في الآيات فهؤلاء الناس أنفسهم يقتل بعضهم بعضا هؤلاء يهجر بعضهم بعضا قتل وتهجير يعني إما أن يقتل الإنسان وإما أن يهجر من بلده بين نفس المعسكر نفس الطائفة نفس الفصيل نفس الناس لكنهم يختلفون لدرجة القتل ودرجة التهجير بينما لو كانوا في الخارج وحدث أذن لأحدهم لتناصروا لنصرته باعتباره ممثلا لهم أو أحدا من أهل دينهم هذه الشخصية المزدوجة اللي تستبيح القتل والتهجير للمماثل وفي نفس الوقت عندما يحدث أمر معاكس تقوم بفديته والدفاع عنه والكلام عنه والحديث عنه وعن مظلوميته كيف تتولد هذه الحالة المركبة المعقدة؟ هنا تأتي مشكلة مقررات الدين وأهواء الأنفس مقررات الدين إنما المؤمنون إخوة لكن يا ترى الإخوة ما يتقاتلون على الإرث ما يتصارعون على الميراث ما يتصارعون على السلطة ما يتصارعون على الجاه هذه أهواء الأنفس فلما ننظر للمعسكرات الكبيرة جدا ونتسائل إحنا حضرنا ظاهرة أفغانستان ونحضر ظواهر مماثلة في الوطن العربي والإسلامي ورأينا الناس اللي هم أصحاب الدين اللي هم معسكر واحد يقتل بعضهم بعضا ويتحاربون ويهجر بعضهم بعضا من مناطقهم ويطاردون ويقتلون ويذبحون ويسجنون ويعتقلون ويعذبون من قبل أيديهم ومن هم من أهل جنسهم وملتهم هذه الظاهرة المتعلقة بين مقررات الدين وبين مطالب الأنفس وأهواء الأنفس والرغبة في التحيز عندما تصبغ بإطار ديني إن هذا يتم للدفاع عن الدين بينما المعلوم من الدين بالضرورة إنما المؤمنون إخوة وإن حقوق الأخوة في الدين حقوق كبيرة جدا وإن الإنسان يحتاج أن يحتاط عندما ينظر إلى المؤمنين هذه القضايا التي يتم تجاوزها الآيات هنا تشرحها لنشرح وافي فالتجمعات الدينية تؤمر بكل محاسن الأخلاق عبادة الله الإحسان إلى الوالدين الإحسان لأهل القرابة الإحسان لليتامة والمساكين الكلام الحسن وقولوا للناس حسنا أداء العبادات ويقيموا الصلاة إعطاء الناس حقوقهم من الأموال بإيتاء الزكاة هذه القضايا التي يحتاجها المجتمع المؤمن لتكلم عنها الآيات لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنا اليوم لما ننظر داخل المجتمعات المؤمنة ونجد غلظة القون التكفير التفسيق التبديع الشتائم المتبادلة الهجوم المتبادل نعرف أن نقولوا للناس حسنا غير مطبقة داخل هذه البيئات هذا كان من الطبيعة أن ينتج عنه السياق الآخر اللي هو قضية تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من دياركم يعني يبدأ الصراع الداخلي بين نفس مكونات المجتمع المؤمن هذه الظاهرة الضخمة جدا المنتشرة التي تحيط بنا واللي الأحياني يستغرب الإنسان كيف يكون إنسان مؤمن موحد ويقتل موحدا آخر يهجره من بلده يعتدي عليه ربما يسبي أهله تحت دعاوى مختلفة التكفير التفسيق التبديع الجاهلية إلى آخر كل هذه القضايا تعمل عملها في البيئات والآية هنا صريحة جدا في خطاب بني إسرائيل ومن بعدهم أمة الإسلام إن هذا السلوك سلوك خاطئ وهو سلوك قاتل للمجتمعات هادم للمجتمعات فالمجتمعات تؤمر بعدم حمل السلاح الداخلي بين أفرادها تؤمر بأن توجد الوئام والسلام وأن تصرف الصراعات الداخلية بطريقة سلمية فهل نجحنا داخل حضارتنا داخل بنيتنا داخل معارفنا في وقف الاقتتال الداخلي هل أنشأنا بيئات تسمح لنا أن نوقف هذا النوع من السلوك ونحاصره أم ما زلنا نجد له تبريرات دينية ومخارج دينية ليستمر تحت غطاء الدين مخالفة الدين أين تكمن الآفة الكبيرة جدا التي تسمح للإنسان أنه يدعي الإيمان والطاعة وفي نفس الوقت يقوم بمعارسات خارج إطار الطاعة يقول الله عز وجل فتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الشيء الذي سهل بالنسبة لنا وتحب أنفسنا هذا نتقبله الشيء الصعب أن نحن نتنازل ونؤثر غيرنا وتتسع صدورنا للمخالف وننظر للمجتمع كله باعتباره صاحب حق في هذا البيئة وهذا المكان وهذا المجتمع هذه القضايا الصعبة على الأنفس نتركها فأمر الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ربما بالعبادة وبالصلاة وبالكذا أخذوا به أمرهم بقول الحسنى ربما لم يأخذوا به أمرهم بوقف الاقتتال الداخلي لم يأخذوا به فسطر مشوا عليه وسطر آخر تركوه اليوم في البيئات اللي نعيش فيها ذات الظواهر تتكرر الناس تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض أمر الله سبحانه وتعالى بالأخوة الإسلامية لم يعد يعني الأخوة الإسلامية وأمر الله بالأخوة الإنسانية لم يعد يعني الأخوة الإنسانية أصبحت الدوائر تضيق فحنا في القرآن الكريم عندنا ثلاث أنواع من الخطابات عندنا خطاب يا أيها الناس خطاب يا أيها الناس يقوم على تعايش البشر على اختلافهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين البشرية كلها لن تدخل دائرة الإسلام والدين كيف نتعايش كبشر مع بعضنا البعض هذا خطاب يا أيها الناس خطاب يا أيها الناس في القرآن يتسع لكل البشر وتكلمنا عن التكريم الوجودي للبشر باعتبارهم بشر أساسا هذا الموضوع الخطير جدا خطاب يا أيها الناس يكاد قد انتهى من خطابنا الإسلامي الخطاب الثاني خطاب يا أيها الذين آمنوا تقزم ومازال يتقزم يضيق حتى أحيانا لا يتسع إلا لشخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة يكونون جماعة فيعتبروا النفسهم هم الإسلام وهم المسلمين وخطاب يا أهل الكتاب الذي يدعو للتسامح وللرأفة وللمعاملة تحول إلى خطاب حول قضايا الإذلال وقضايا العنف وقضايا القتل وقضايا الصراع هذه المعاني الكبرى في الإسلام التي يشير إليها القرآن في قصة بني إسرائيل هي عبرة لأهل الإيمان أن ينظروا في أحوالهم أي هذه الأخلاق قد تبنوها من قصص الأمم القديمة هذه النظر الجديدة لكتاب الله عز وجل وهذا التبصر فيما يقوله الله عز وجل مهم جدا لافتتاح عصر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء في حلقة قادمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اشتركوا في القناة